ارتفعت واترة نزوح المدنيين من أحياء الموصل الغربية مع تقدم القوات العراقية هربا من احتدام القتال بينها وبين مسلح ما يسمى الدولة الإسلامية وخصصت القوات الحكومية حافلات لنقل العائلات النازحة من نقاط التفتيش التابعة لها في جنوب الموصل نحو مخيمات تأوي ما يقرب من نصف مليون شخص وسط نقص كبير في مواد الإغاثة ووسائل الاستقبال وبلغت مخيمات النازحين في عموم البلاد نحو تسعين مخيما معظمها في محافظة بغداد وفق بيانات نشرتها دائرة الإحصاء العراقية ومعنا من بغداد رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى صعدون مرحبا بك هل لك بداية أن تضعنا في صورة الوضع الإنساني الآن في الموصل في ظل ارتفاع عداد النازحين وأيضا محدودية الجهود الإغاثية التي تبدلها الدولة هناك نعم رغم مرور ما يقارب ثلاث سنوات على وجود النزوح منذ بداية عمليات صحراء الأنبار نهاية عام 2013 لأن الحكومات العراقية الحكومتين السابقة والحالية لم تعي أهمية وخطورة ولم تستفد أيضا من موجات النزوح الماضية لاستقبال النازحين الذين يتهيأون الآن للنزوح من مدينة الموصل أو الذين نزحوا خلال الأسابيع الماضية للأسف ما زالت أوضاع النازحين أو أوضاع مدنية داخل مدينة الموصل صعبة جدا ويواجهون صعوبة حتى أثناء فترة النزوح وتسداد هذه المصاعب في المخيمات حيث غياب الغذاء والدواء والمستنزمات الأخرى التي يحتاجها الأطفال وكبار السن بالإضافة إلى أيضا الخيم التي يفترض أنها تكون كافية وفائضة عن الحاجة بالنسبة للأعداد الموجودة من النازحين وبالنسبة لما أعلن في أوقات سابقة من قبل الحكومة العراقية أو منظمات الشريكة لها في إغاثة النازحين لكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك نقص جدا كبير في المساعدات المقدمة للنازحين بالإضافة إلى النقص في المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى نقص في المساعدات الإنسانية أيضا ترددت معطيات كثيرة خلال الفترة الماضية تفيد باستخدام المدنيين كدروع بشرية في معركة الموصل بداية ما حقيقة هذه المعلومات ومن هو الطرف الذي يستخدم المدنيين دروعا بشرية؟ نعم بكل تأكيد أصدرنا في المرصد العراقي لحقوق الإنسان طيلة الفترة الماضية تحديدا في معركة تحرير الساحل الأيمن أكثر من تقرير فيه إحصائيات وأرقام وتفاصيل دقيقة جدا عن استخدام تنظيم داعش للمدنيين كدروع بشرية وحتى في الأسبوع الأخير يعني في مناطق الثورة أيضا وحيئة تنك استخدم المدنيون دروعا بشرية بشكل كبير حيث هناك 231 قتيل خلال عشرة أيام فقط ما زالت جثثهم حتى هذه اللحظة في الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء وبعضهم في الممرات التي يفترض أن تكون آمنة عندما نزحوا هؤلاء قتلوا بقناس تنظيم داعش أيضا هناك قصف للطيران تحالف الدولي ما زال مستمر على بعض الأحياء لكنها خف مما كان في السابق وما زال المدنيون ضحية لهذا القصف بكل تأكيد المدنيون هم الآن يعني يتلقون الضربات من التحالف الدولي ومن تنظيم داعش فالذي لا يموت بضربتي الطرفين بكل تأكيد سيموت من الجوع ومن المأساة التي يعيشها ومن غياب الدواء تنظيم حتى هذه اللحظة يستخدم المدنيين دروعا بشرية تحديدا طيب التنظيم يستخدم المدنيين دروعا بشرية حيث الجثث المنتشرة والجثث المعلقة على أعمدة الكهرباء ولكن أيضا ترددت مقاطع فيديو على الأنترنت تفيد بتعذيب وقتل العديد من المدنيين في الموصل من ترف القوات العراقية بشبة انتمائهم لتنظيم الدولة هل هذه الممارسات موجودة فعلا وكيف تتعرف القوات العراقية على مقاتلية تنظيم المندسين في صفوف المدنيين نعم انتشرت في الأيام الماضية مقاطع فيديو لعناصر يرتدون زي الجيش العراقي ويقفون بجانب مدرعة تابعة للجيش يقومون بتعذيب مدني لا نعرف هل هو مدني يعني شخص بريء ام هو ينتمي إلى تنظيم داعش ويضرب هذا الشخص بمعدات بناء ومعدات تهديم كبيرة على رأسه وعلى ظهره رفعنا كتاب إلى الحكومة العراقية للتحقيق في هذا مقطع الفيديو ومعرفة مصير هذا الشخص حتى وإن كان ينتمي لتنظيم داعش يجب أن لا تكون هناك تصفية جسدية وبهذه الطريقة يجب أن يقدم للقضاء باعتبار أن الجيش العراقي هو قوة رسمية تابعة للدولة العراقية عكس هذا فبكل تأكيد تعتبر ممارسة غير قانونية وغير إنسانية ترتكب ضد مدني حتى وإن كان ينتمي إلى تنظيم داعش على اعتباره أعزل ولم يحمل السلاح رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون حدفتنا من بغداد شكرا جزيلا لك